بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم طلبتي الأعزاء في ربوع عراقنا الغالي بسبب انتشار وباء كورونا أصبحت الحاجة ملحة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في نقل الدروس الإلكترونية ولعل برنامج الزوم هو من أهم المواقع أو البرامج التي تعطي درس أولاين الإلكتروني بين المدرس والطالب كأنه حاضر بالصف وبإمكانه أن يسأل ويرفع عيده ويجاوب والمدرس ممكن أن يظهر صورته وممكن أن يظهر فت صفحة أخرى يكتب عليها صبورة وهكذا إذن هنا هواية طلاب يقولون شلون النصب هذا برنامج الزوم إذن طريقة التنصيب أكو أكثر من طريق الطريق الأول أعزائي تروح على الجوجل بلاي وتكتب هذا العنوان زوم كلود ميتنغز تكتبه بمجرد أن يطلع لك هذا العنوان رح أسوي لتحميل أو إذا عندك رابط يعني هنا المدرس دزلك رابط مع زوم وإنت من فعل عندك برنامج زوم ولم نصبه بمجرد أن تضغط على الرابط رح تطلع لك هذه الصفحة إذن هذه الصفحة الأولى بمجرد الضغط على الرابط رح تطلع لك هذه الصفحة الأولى هذه اللي موجودة أمامك إذن هنا تجي تختار الثاني الاختيار الثاني اللي هو تقول له أريد داول لود فروم جوجل بلاي أريد هنا داول لود فروم جوجل بلاي بمجرد الضغط عليه هو مباشرة ورن رح ينقلك رح ينقلك إلى هذه الصفحة إذن هنا مباشرة رح تبدي تحمل البرنامج الثاني هنا من قتلة أريد تحملي البرنامج إذن مباشرة وين حولني مباشرة حولني إلى هذه الصفحة الصفحة اللي موجودة أمامك الآن إذن هنا يقول لك تريد التثبيت قل له نعم أريد التثبيت بمجرد أن يبدي بالتثبيت مثل ما تشوف هنا أمامك إذن هنا رح يبدي بالتثبيت وورا ما يكمل التثبيت رح يقول لك تريد تفتح البرنامج تقول له نعم أريد أفتح البرنامج إذن هنا صار عندك برنامج الزوم كما موجود أمامك هنا يعني هنا بمجرد أن تقول له افتح البرنامج شوف هنا كمل التثبيت رح يقول لك افتح البرنامج قل له نعم افتح البرنامج إذن رح تطلع لك الصفحة اللي موجودة أمامك الآن قبل ما تسوي كل شيء قبل ما تسوي كل شيء أريد أنصحكم نصيحة بأن بعض الطلاب بدأ ينص ببرنامج الزوم وبعدين من دا يروح للمحاضرة دا يقول صوت ماذا أسمع لا دا يسمع صوت المحاضر ولا دا يقدر هو يتخاطب ويا المحاضر إذن الخلل وين أنت هنا قبل ما تروح إلى الجون ميتنك تروح على الدائرة اللي موجودة فوق الآن إذن أريد كتبها وحا كل الزين شوف هذه هذه هنا تروح عليها مباشرة بمجرد الضغط عليها رح تفتح لك هذه الصفحة بمجرد الضغط عليها رح تفتح لك هذه الصفحة إذن إش دا تشوف بيها لي فوق دا تشوف بيها ميتنك هذه الميتنك بمجرد أن تضغط عليها إذن رح تفتح لك هذه الصفحة هذه الصفحة الخيار الأول اللي هو Auto Connect to Audio هذا دا تشوف Use Internet إنت رح تلقى مكتوب علي Off تفتح هذا السهم الزغير رح تلقى بيختيارين إذن السهم الموجود هذا السهم الزغير هذا السهم اللي موجود بمجرد أن تفتح هذا السهم رح تلقى أكو خيارين أكو Off أكو Use Internet إذن تروح على Use Internet ومباشرة رح تجي على Join Meeting بمجرد أن تضغط عليها رح تكون هنا داخل الصفحة بمجرد تضغط عليها يريد منك يقول لك Please Enter Your Name إذن هنا تختار الاسم طبعا هنا بالنسبة للمحاضراتي ما رح أقبل أي اسم إنجليزي أو حروف أريد اسمك الثلاثي الصريح إذن هنا رح تجي تكتب اسمك ورح تدخل إلى برنامج الزوم طبعا بمجرد أن تدخل للبرنامج رح تطلع لك صفحة بيضة رح يطلع لك اسم المحاضر ولكن صفحة بيضة هاي شنو معنى هالصفحة بيضة يعني إذا تنتظر موافقة من الهوست اللي هو الأدمن صاحب الرابط إذن هنا بمجرد أن يوافق إذن مباشرة رح تدخل على الصفحة أريدك تتأكد من دخلت على صفحة الزوم إذا تشوف هنا باللي جوة أقصى اليسار ده تشوف هذا الرمز لو ده تشوف هذا الرمز إذا طلع لك هذا الرمز يعني معناها ما تقدر تحكي يعني معناها ما تقدر ترسل وتتحدث ويا المحاضر وإذا طلع لك هذا الرمز يعني بإمكانك أن تترسل هذا الرمز إذا كان مقفول يعني معناها صوتك ما رح ينسمع ولكن بمجرد أن تضغط عليه بأن هذا الخط الجانبي رح يروح إذن معناها تقدر تحكي ويا الأستاذ هس هنا لو تجي تباوح على المور ده تشوف هذا المور هذا المور بمجرد أن تفتحه رح تطلع لك هذه الخيارات هذا بمجرد أن تفتحه تطلع لك هذه الخيارات هذا الخيار الأول ليكون الدوسة ما لك علاقة بي الخيار الأول يعني معناها بإمكانك أن تتحاور ويا المحاضر الخيار الثاني هذا بمجرد أن تدوسه رح تفتح لك صفحة تدوس رسالة رح توصل للمحاضر وممكن أن يجاوبك هذا الخيار الثالث اللي هو ده يقول لك هنا ده يقول لك رايز هانت بمجرد أن تضغط عليه رح تطلع لك هنا فوق هذا الرمز فوقه صورة مال إيد يعني معناها أنت رافع إيدك تريد تسأل المحاضر رح توصل لصورة مماثلة معناها أكو طالب رافع إيدك ده يريد يشارك إذن هنا رح ينادي بإسمك أنت هنا رح تقدر الشارك وبمجرد أن تدوس عليها هذا الرائز بعد هنا رح تنحذف رح تطلع كلمة أخرى ما أذكرها شنو بالضبط إذن هنا تجي تدوس عليها مرة ثانية يعني معناها رمز الإيد رح تختفي يعني أنت نزلت إيدك هسه رح تقول لي أنا طلعت لي هذه طلعت لي هذه ومن تجي تدوس على المور ده تشوف هذا الدسكا نوت أوديو ماكو ماكو يعني معناها شنو معناها لازم تطلع من برنامج الزوم أكو لي فوق ويا البرنامج أكو هنا لايف يعني معناها خروج تطلع من البرنامج وتدخل مرة ثانية من تدخل مرة ثانية رح تطل رح تلقي مثلا هذه ماكو هذه المكانها وتقدر تتحدث ويا المحاضر إذن بإمكانك أن ترفع إيدك وتنزل إيدك من خلال إذا عجبك تسأل يبقى تقول لشلون أغير إسمي مثلا أنا دخلت والمحاضر قال لي غير إسمك ما ريد الإسم الفلاني أريد تغير إسمك تروح على هذا الخيار هذا الخيار بمجرد الضغط عليه رح تطلع لك كل الأسماء اللي موجودة تروح على إسمك تختار رينيام تختار رينيام يعني معناها بإمكانك أن تغير إسمك ورح تطلع لك هذه الواجهة غير إسمك وقل له أوكي والتحدث مع الزوم عملية سهلة جدا ويتقدرون تجربوها إن شاء الله للدخول إلى أي محاضرة عن طريق الزوم ترجمة نانسي قنقر